موسيقى صباح الخير يا نور صباح حق رجالك تمام انت منيحة تمام ان شاء الله عطول هيك تبظلي منيحة يا رب هنهار ننصبح لجميع المشاهدين اول شي يحمل الخير وراحة البال والبركة والرزق والانفراج لكل الناس محطاتنا عديدة لليوم من دمشق والمحافظات السورية نحصها برحلاتنا لكن كالعادة نحاول نكون خلال هالساعة وربع خفاف عقلوب الناس ونقدم لهم معلومة مفيدة اكيد نور دائما محرص خلال صباحنا انه نقدم المعلومات اللي بتهمكن بحياتكن اليومية بداية هذا النهار يحمل للكم كل الخير والفرج والرزقة الكريمة وتقضوا برفقة الأشخاص يلي بتحبوهن نقولوا يا رب وخلونا نبلش صباحنا فاصل وحنكون بأول فقراتنا موسيقى يا نعورة شوي شوي رح تخلاص الماي هلأ بتجي غنظورة بدا تملك طيب موسيقى موسيقى هلأ بتجي غنظورة بدا تملك طيب موسيقى 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 وتنسى عيني النوم طول السماء وحيت عينك عيني تسوح وتثلوين هلنا عورة هي وحدة تشهد عالبيني وبينك عبلي زريت الميت بخطنا بتكون احترق وبيحكو بالجيل علي لو جارتنا هلأ مرقيت دورة وجرة 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 ودورة وعب جرار وعبي مي وكرامة جررت غنضورة بعبي كل جرار الحي ونصاروا صاري صاروا متجوزنا يا غنضورة ضل إن في زي إجراره أنا بنكر هلنعورة أما هلأ رشا خلينا نروح مثل العادة بتقرير هل تعلمنا نتعرف على أهم المعلومات ممكن نكون عم نتعرف عليها لأول مرة وممكن نكون مرأة بحياتنا هل تعلم بأنه بين القرن التاسع والحدي عشر اخترع سنيون البوصلة وكانت مصنوعة من الحجر الجيري في ذلك الوقت وهل تعلم بأنه بعام 1440 اخترع الألماني يوهينس جوتبورغ آلة الطباعة وهل تعلم أن أول من حصل على براءة اختراع للهاتف الكهربائي هو أليكساندر جرهام وأطلق عليه جهاز الخطاب الكهربائي وهل تعلم بأن المخترع الأساسي للمصباح الكهربائي هو العالم توماس أديسون وهل تعلم بأن عقار البنسلين لوحظ لأول مرة من قبل العالم الأسكتلندي أليكساندر فليمينغ في عام 1928 وهل تعلم بأن عالم الحاسوب لورانس روبرتس هو أول من اخترع شبكة الإنترنت وهل تعلم أن ليوناردو دابنشي هو من اخترع المقاص وهل تعلم بأن ناروجي يوهان فالر هو من اخترع مشبك الوراق وهل تعلم أن أول بلد اخترعت فيه الستائر المعدنية هي اليابان وأيضا هل تعلم أنه تم ابتكار المايكرويف بعد أن سافر باحث عبر أنبوب رادار ولوحظ زوبان لوح شوكولا كان في جيبه وهل تعلم أنه تم اختراع فتاحة العلاب بعد أن تم اختراع العلاب بـ 48 عام وهل تعلم أنه تم اختراع الكرسي الكهربائي من قبل طبيب أسنان أخيرا هل تعلم أنه تم اختراع إشارات المرور قبل السيارات وعبل أن نروح نور لأول محطاتنا الصباحي سنروح معكم ضمن تقرير لمكتبات الأسات حيث أقيم حفل توزيع جوائز للإبداع الفني والأدبي من قبل مؤسسة القدس الدولية سنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير أتسأل ضمن أجواء احتفالية أقامت مؤسسة القدس الدولية في سوريا حفل توزيع جوائز للإبداع الأدبي والفني في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق بمشاركة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا واتحاد الفنانين التشكيليين واتحاد الكتاب العرب إجراء مسابقة أدبية لكل العالم العربي في القصة والرواية والشعر من أجل فلسطين ومسابقة أيضا فنية بين الفنانين من أجل فلسطين هو أمر في غاية الأهمية وحدث بالتعاون أيضا مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا اتحاد الكتاب العرب اتحاد الفنانين وهذا يعني إجماع كل المبدعين في دمشق وفي الأمة العربية على أن فلسطين تشكل الوجدان بالنسبة لهم والضمير هذا النشاط الذي نقوم به سواء كان المعرض الفن التشكيلي أو بسباقات القصة والشعر والرواية تثبت أن قضية فلسطين قضية حاضرة في وجداننا وأن ما يسمى تطبيع أو يحاول تطبيعه هو كلام ليس له أساس ربما هو على المستوى السياسي ولكن على مستوى القاعدة الشعبية على مستوى الوجدان العام فقضية فلسطين قضية حاضرة بدليل أن هذه المسابقة شارك فيها من كل الدول العربية من المغرب العربي إلى بلاد النيل إلى الجزيرة العربية إلى بلاد الشام وأثبتت أن قضية فلسطين مركزية سواء على مستوى الكتاب أو على مستوى الجيل شاركت طلبة سوريا في هذه المسابقة اليوم هو في توزيع جوائز وهو نشاط ثقافي بالأساس نشاط ثقافي ومهم هذا النشاط اليوم أن يكون في تكريم للناس الذين يقدموا للعمل الثقافي ليقدموا للقضايا العربية للقضية الفلسطينية طبعا هذا هو أحد الأهداف الأساسية لهذه الندوة اليوم والنشاط اليوم الحفل تضمن إعلان أسماء الأعمال الفائزة وتكريم الفائزين من فئة الكبار والشباب المشاركين من عدة دول عربية كان هناك لجان تحكيم متخصصة وكانت هناك أسس صارمة لتحكيم هذه النصوص التي قدمت والذي فوجئنا به أن الحضور النوعي كان عند الشباب للقضية الفلسطينية كان هناك حضورا قوية للقضية الفلسطينية عند شبابنا وهذا يؤكد ويبشر بأن مستقبل الأمة بخير وأن شباب الأمة ما زال الوعي القومي وما زال الحضور العربي وما زال حضور القضايا العادي لله ولسيما قضية فلسطين كبيرة عند هؤلاء الشباب تكريمنا اليوم هي مناسبة معنوية أكثر من كون مناسبة مادية أو إلى آخره من هذه الظروف نحن كشعراء من جهة الشباب دائما ما كنا نبحث عن داعمين وعن جهات راعية لهذه المواهب ولمن يمتلك الفكرة الإبداعية والموهبة الشعرية الحقيقية صراحة هي أهمية كبيرة ونحن نشعر بالفخر ليقوفنا أمام قامة أدبية والشعرية وهم أسادة الحضور والفائزين بالمسابقة بشكل عام جائزة القدس للإبداع الأدبي والفني تؤكد بكل الوسائل والطرق على رسوخ القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بأذهان الأجيال حاضرا ومستقبلا أما هلأ رشان ننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم مع مساحتنا والطبية نحكي عن السكتة الدماغية والفرق بينها وبين الشلطة الدماغية وعن نسمع يمكن بالقاوين الأخيرة كتير من المحيط أو حوالينا عن نصاب بسكتة دماغية أداش يمكن تلعب الحياة دور نظام الحياة نظام الغذاء يمكن الاسترس والضغوطات النفسية اللي عمر فيها أكيد نور مثل ما قلت للأسف صرنا نسمع بأعمار صغيرة وأكيد في عوامل مؤثرة عم تساعد على حصولها ومثل ما ذكرنا بين السكتة والجلطة يمكن بالمصطلح شوي يكون فيه تقارب ولكن طبيا عم يكون فيه اختلاف إن كان بالأسباب وإن كان بالأعراض أكيد اليوم دكتور نحي عرفنا عليها بشكل أكبر أكثر نحكي عن أسباب السكتة الدماغية علاجة والوقاية منا مع الدكتور الأخصائي في الأمراض القلبية الدكتور حسن إبراهيم أستاذ صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ صباحكم وصباح الخير لكم ولك كل بلدنا ولك كل المشاهدين أهلا وسهلا بحضرتك اليوم عم نحكي عن السكتة الدماغية ومثل ما قلنا للأسف دراسات بتأكد أنه اليوم معظم الوفيات أسباب أمراض القلب والجلطات دعنا نحكي بشكل طبي تعريف شكل طبي عن السكتة الدماغية نحن بنعرف أنه إضطراب كهربائي ضمن الوقت بيصير فوضى بالقلب وقاله أنواع خلينا هيك من خلال حضرتك نعرف أكثر به السكتة الدماغية السكتة الدماغية هي بسبب إضطراب أو سوء عمل وظيفة الدماغ وهي تحدث عادة بشكل مفاجئ والسبب الرئيسي فيها هو انقطاع أو عدم وصول جريان الدم إلى الدماغ بشكل مفاجئ الآن لحتى نقول عن السكتة والاحتشاء السكتة تشمل أمرين تشمل الاحتشاء الدماغي يعني انسداد هالشريان يلي رايح للدماغ يلي هو الشريان عادة بيوصل الأكسجين للدماغ نحن الأعضاء النبيلة يلي موجودة بالجسم دائما بتعيش على الأكسجين ويلي بيوصل الأكسجين هو الدم فانسداد هالشريان اللي واصل لها العضو النبيل وخاصة القلب أو العين أو الدماغ انقطاع جريان الدم وعدم وصول الدم سيحرم هذا العضو النبيل من الأكسجين وبالتالي سيحدث هناك تنخر وتموت فيها العضو وسوء وظيفته وخاصة إذا كان انقطاع الدم مفاجئ الآن لنميز بين السكتة الدماغية وبين الاحتشاء الدماغي السكتة تشمل أمرين تشمل الاحتشاء الدماغي أو النزف الدماغي والنزف عادة قد يحدث بسبب معين على سبيل المثال تميع الدم بشكل كبير على سبيل المثال بسبب ارتفاع التوتر الشرياني الشديد الغير مسيطر عليه على سبيل المثال في بعض الأمراض اللي ممكن تصيب الدم وتشمل فيما تشمل نقص الصفيحات الدموية إذن السكتة الدماغية هي إما نزف أو احتشاء دماغي عم يصير بشكل مفاجئ يضطرب عمل الدماغ وبالتالي بيشكل أعراض من أعراض الجلطة الدماغية أو الاحتشاء الدماغي الآن انقطاعة جريان الدم بشكل مفاجئ بدي يكون له سبب يأما في تضيق بواحد من هالشرايين اللي رايح للدماغ أو بسبب خفرة تطلع مع الدم وتروح لهالشريان هاد وتسكره فهذا هو الاحتشاء الدماغي والسكتة الدماغية طيب خلينا نحكي هي بتجي فجأة السكتة الدماغية إلى أعراض يعني ممكن الواحد ينتبه له قبل ولا لا ما لا علاقة ممكن تجي فجأة يعني بعض يمكن المعلومات بنحب نذكرها للناس تنتبهها شوي لأنه يمكن ما كتير عندها المام بهذا الموضوع وما حلها هلأ الناس ما بتفرق بين السكتة أو الجلطة الدماغية فيه أعراض معينة أو ممكن لا ما بتعطي إنزار تجي فجأة الأعراض في الاحتشاء الدماغي أو الناس في الدماغي متماثلة نحن ما بنقدر نميز الاحتشاء الدماغي عن النزف الدماغي إلا بشغلة وحدة بالتصوير الطبقي المحوري للدماغ أو الرنين الدماغي لكن الأعراض عادة هي مفاجئة خلال أقل من دقيقة دقيقتين بتلاقي المريض صار عنده حبسة كلامية ما عاد قدر يحكي ضعفة إيده ما عاد قدر يرفحها تقلت رجله ما عاد قدر يمشي بتلاقي المريض صار عنده عرج لما يمشي في عيجة حكيم ها ها هلأ رح نقول أن نحن عادة في واحدة من الجهتين هلأ حسب نحن دائما لازم نعرف شغلة أنه الدماغ هو المسيطر والمسؤول عن كافة حركات وأعضاء ووظائف الجسم وكل منطقة في الجسم لها منطقة تمثلها بالدماغ صحيح مثلا نحن لما نشوف في منطقة اسمها منطقة البصر في الفصل الخلفي من الدماغ الإيد لها منطقة مشرفة عليها في القشرة المخية الرجل نفس الشيء الكلام نفس الشيء البلع نفس الشيء فالإنسان عادة حسب ما يكون الشريان كبير المصاب أو يكون شريان صغير إذا كان على سبيل المثال شريان كبير يعني الشريان السباتي اللي رايح بيروي معظم نصف الكرة المخية إذا تسكر من منشأه هذا رح يساوي فالج كامل المريض خلص ما عاد يقدر يوقف ولا يقوم ولا يمشي وتنشل إيده ورجله ما عاد يقدر يحكي وما عاد يقدر يمسك المصرات حتى يصير عنده انفلات مصرات ما عاد يقدر يبلع ما عاد يعني يفقد الحركة نهائيا لكن ممكن يكون شريان صغير مصاب مثلا راحة الجلطة على سبيل المثال للمنطقة اللي مسؤولي عن حركة الإيد بتلاقي ضعفة إيده ما عاد يقدر يرفحها تقلت رجله ما عاد يقدر يرفحها ما عاد يقدر يمشي أحيانا إيده رجله اتنين سوا أحيانا ما عاد يشوف يفقد الرؤية بشكل كامل أحيانا ما عاد يقدر يبلع فهي حسب المنطقة المصابة وحسب حجم الشريان المصابة اللي راح يسكر هلأ خلينا نميز بين الجلطة اللي هي راح تساوي فالج أو تساوي ستروك أو تساوي النحادث وعائي دماغي مثل ما نحنا بنسميه وبين الاحتشاء العابر هلأ الاحتشاء العابر هو مثل نفس الأعراض لكن بيستمر لمدة دقائق وبعدين بيرجع كل شي طبيعي طب ليش بيصير هان؟ أحيانا بيكون في شي شريان متضيق تضيق شديد عم يوصل الدم لدماغ نتيجة شدة نفسية معينة نتيجة التوتر معين نتيجة أخذ دواء معين هالشريان هذا إذا تشنج وهو بالأصل متضيق سكر الشريان هلأ إذا رجع فتح الشريان بتلاقي بترجع الأعراض كلها طبيعية ولذلك بتلاقي صار عنده حادث وعائي دماغي عابر أو نشبة عابرة بعدين هالنشبة هاي راحت ونحلت وفتح الشريان ورجع الدم ورجعت حركة الإيد والرجل لكن المشكلة نقول أنه يعني نحنا بيقولها بالعامية أنه كان في خسرة ومشيت تمام سببت جلطة ومشيت يعني تمام فرجع الإنسان اللي حركته لإيده وهي هي عامل منذر منبه لحتى نرجع نحنا نستقص الدراسة ونشوف ليش عم تصير هاي ونحاول نحول دون عودة هالاحتشاء الدماغي مرة ثانية إذن خلينا نقول انسداد الشريان بشكل مفاجئ رح يساوينا ضعف في نصف الجسم أو خذر أو عدم القدرة على استعمال عضو معين أو عدم استعمال القدرة على استعمال حركة الساق أو الإيد أو مثلا ميلان بتتم أحيانا أو عدم القدرة على إغلاق العين بتلاقي المريض لما يبتسم بيصير تم مماين على جنب تمام تمام فهي هي أعراض الاحتشاء الدماغي أو الاستروك أو النشبة الدماغية بس ذكرت خلال حديثة يمكن دكتور أنه نحنا نروح من الدرس الحالي لنعرف أسباب الاحتشاء الدماغي هناك أسباب رئيسية من الضغوطات النفسية يعني الاسترس والضغط النفسي بيلعب دور لما نحكي عن شريان ضيق وممكن يتشنج ويتسكر قداش بيلعب يمكن حال النفسي ويمكن كل ياتنا اليوم منضغط وبتسمع دائما يعني بأمراض صرت ما كنت تسمعها قبل عند الشباب بسبب الحالة النفسية والاسترس هلأ للأمانة الحالة النفسية ما هي السبب المباشر للموضوع من العوامل المؤسسة نحنا بدنا نشوف شو السبب المباشر لحدوث الاحتشاء الدماغي أو النزف الدماغي خلينا نميز بين اتنين قلنا قبل شوي أنه النزف الدماغي قد يكون بسبب ارتفاع التوتر الشرياني الشديد الخبيث الغير مسيطر عليه ممكن يكون بسبب أمراض معينة تصيب الدم وقد يكون بسبب التمنيع الزايد للدم فهذا النزف لما يساوي لي نزف داخل الدماغ رح يساوي لي نفس الأعراض هلأ إذا كان النزف في منطقة خارج تحت العنكبوتة أو تحت الجافية وكان النزف فيه كثير ممكن يتداخل عليه جراحيا وممكن إرشافه لكن لا شك أنه هذا بالدوقت لحتى إذا كان النزف أليل ماكايك أكيد ما رح يتداخله عليه جراحيا لكن هذا هو الحال النادر أو الأليلي اللي لا تمثل 20% من الحوادث الوعائية الدماغية أو الاستروك لكن السبب الأشياء هو الاحتشاء الدماغي طب شو سبب الاحتشاء الدماغي؟ خلينا نميز بين شغلتين الشغلة الأولانية هي التصلب العصيدي والتصلب العصيدي اللي بيلعب دور فيه كثير هو تطور الحياة والنوعية الغذاء وكثير عوامل بتلعب دور يأتي على رأسها على سبيل المثال التدخين يأتي على رأسها تناول الدهون والدسم المهدرجة يأتي على رأسها الداء السكري وإضافة لارتفاع التوتر الشرياني كمان هذا بيساوي لي تصلب شرايين والغذاء اللي هو شغلة أساسية تناول الكحول وأنا بأكد على شغلة كمان مهمة كتير 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 اللي هي التدخين فهذا بيساوي لي شغلتين بيساوي لي أول شيء تصلب عام في الشرايين وخاصة الشرايين الدماغية والشراينات الصغيرة ولذلك أنا كتير بشوف أحيانا بالتصوير الطبقي اعتلال دماغي إقفاري بسبب نقص التروية الدماغية لكن السبب المفاجئ اللي يحدث عادة الاحتشاء الدماغي فهو يحدث بسبب خثرة هذه الخثرة تنطلق مع الدم من القلب لأنه اللي بيوصل الدم للدماغ هو الألب والأوعية فأنا عندي شغلتين الشغلة الأولانية هي القلب اللي هي مصدر هالصمات وأنا بشوف هالصمات تطلع من القلب بسببين مهمين السبب الأولاني هو اضطرابات النظمة القلبية ويأتي على رأسها الرجفان الأذيني شو هو الرجفان الأذيني؟ أنا بعرف القلب يتألف من جوفين بطين أيسر وبطين أيمن وأذينتين أذين يمنى وأذين يسرى فلما تكون الأذيني اليسرى كبير كتير بسبب تضيق في الصمام التاجي أو لما يكون في عندي الرجفان أذيني الرجفان هو عادة الأذيني عم تتقلص شي خمسمية لستمائة تقلصة في الدقيقة الواحدة فهي ما عم تقدر تتقلص فلما ما عم تتقلص عم يصير فيها ركودة دموية في منطقة بالأذيني اسمها اللوسيني الدم ما بيتحرك فيها فبيصير فيها خثرات هلأ إذا راحت خثرة من الأذيني على البطين الأيسر وضخ البطين الأيسر هالخثرة هاي وراحت للدماغ هي اللي راح تساوي لي الفالج أو الاحتشاء الدماغي أو النشبة أو الخثرة أو الجلطة الدماغية وراح يصير الإنسان عنده شلال هذا أهم سبب ممكن نشوفها أحيانا باعتلال العضلة القلبية التوسع الشديد وخاصة في الاحتشاء الأمامي الجدار الأمامي وقمة البطين الأيسر ما عم تتحرك فبيصير ركودة للدم على جدار البطين إذا صار ركودة وصار خثرة دموية وتقلص البطين وراحت وحدة للدماغ أكيد راح تساوي لي فالج واحتشاء دماغي إذن هدول أهم مرضين بيصيبوا القلب وبيساولي جلطات دماغية إضافة لهالشي فيه الشرايين يلي عم توصل الدم للدماغ هدوله أهم شريانين يلي هن الشريانين السباتيين فإذا كان هالشريان السباتي صار فيه عصايد بسبب تصلب الشرايين وأسبابه يلي حكيناها قبل شوي يلي هي التدخين والسكري والضغط وهدول العوامل فلما يصير فيه تكلس وتضيق بالشريان أحيانا إذا سكر هذا الشريان بسبب التضيق رح يساوي لي فالج وهذا أنا بقدر شخصه بسهولة بواسطة الإيكو أو جهاز الصدى يعني بقدر أنا أصور هالشرايين وبشوف إذا فيهم تضيق ولا لا حكيم خلينا نروح حكينا بالأسباب حكينا بالأعراض والعوامل المؤثرة الخارجية اللي بتأثر على وجود السكتة أو الجلطة اليوم خلينا نروح على رحلة العلاج طبيا اليوم الدكتور كيف شو الكورس اللي بيدخل المريد من خلاله لرحلة العلاج خلينا نبدأ أول شيء قبل العلاج بالوقاية أنا لحتى ما أوصل لها المرحلة هاي إذا عندي مشكلة قلبية خليني أعالجها بشكل صحيح عن طبيب القلبية الشغلة الثانية إذا في عندي عوامل خطورة هي اللي عم تأهب لها الموضوع خليني أنا أحاول أضبط عوامل الخطورة على سبيل المثال مرضى السكري لازم أنا أضبط السكري ضمن الأرقام يلي هي طبيعية لحتى أنا قادر عيش حياتي بشكل طبيعي لازم أتجنب عوامل الخطورة إذا في تدخيل لازم أنا أبعد عنه الشرب يجب تجنبه إذا كان أنا عندي شيء أمور معينة على سبيل المثال وعلى رأسها في كوليسترول نوع من أنواع الكوليسترول اللي هو الـ LDL كوليسترول اللي ذرته صغيري بتسكر الشرين وبتصلبها أنا لازم أعالجه بشكل جيد هلأ لما تصير المشكلة هون الموضوع بقى أنا إذا كان فيه على سبيل المثال عندي مصدر قلبي عم يطلق هصومات لدماغ لازم أعالج الموضوع بشكل جدي وبشكل صحيح يعني أنا الأسبيرين ما عادي يفيدني بالرجفان الأذيني لازم أعالج بالوارفارين وأراقب ميوعة الدم بحيث ما يتميع الدم زيادة لحتى يساوي لي نزف ولا أنه يظلمون ميع لحتى ما يساوي لي جلطة تانية ولازم أنا أضبط سرعة الرجفان الأذيني وإذا فيه عندي تضيق بواحد من الشرايين يلي رايح للمخ أو للدماغ لازم أنا أحاول أفتحه لها الشريان وهذا فتحه صار موضوع سهل ممكن بشبكة نحن نوسعه لها الشريان لحتى يمر الدم بشكل جيد هلأ المشكلة والكارثة لما يصير الاحتشاء الدماغي هلأ أنا عرفت شلون أنا لازم أمنع الاحتشاء وأمنع حدوثه هلأ إذا صار هون لازم أنا اعتمد على يعني محاولة إعادة تأهيل المريض بشكل جيد دائماً لازم ألجأ للعلاج الفيزيائي الإيد والرجل أو كل الأعضاء يلي لا تستعمل وتظل بوضعية معينة إذا فقدت حركتها راح تضعف العضلات أنا لحتى ما تضعف العضلات لازم أحاول أساوي تمارين بشكل متكرر لحتى ما تضعف العضلات وأرجع الأطراف اللي هي أصيبت بالضعف الشديد لحركتها الطبيعية لحتى تستعيد وظيفتها إذن المعالجة الأساسية هي شيء أساسي أحاول تدريب المريض فيه شغلات ممكن ما أنت تقدري تتحكم فيها اللي هي فقد الكلام أو الحبسة الكلامية أو عدم القدرة على الكلام البلع ممكن رح يتحسن بالتدريج شوي شوي وعادة الأعراض خلال مدة شهرين إلى ثلاثة ممكن تستعيد جزء كبير من حركتها إذا أنا اعتنيت بالمريض وحاولت يعني أساوي له تمارين وعلاج فيزيائي بشكل متكرر هلأ المرضى اللي عندهم فالد شديد وهن صاروا طريحي الفراش هذولي بدهم عناية تمريضية أكبر لازم أنا أحاول ما يصير عندهم خشكريشات في ظهرهم لأنه رح يظلوا مستلقين بالفراش فترة العلاج تكون طويلة هون؟ طبعاً يعني أديش المد نحنا نشوف حالات بتم الشفاء بعد المعالجة الفيزيائية بس بتم آثار من هاي الجلطة فترة العلاج أديش فعلياً ممكن تكون؟ هلأ دائماً يعني العالم بتخاف لما تسمع التفاصيل يعني مؤلم ومخيف الموضوع أنه فترة العلاج طويلة ممكن يتسطح كتير حالة نفسية أساساً للمضرئ من المريض تكون سيئة فترة العلاج أديش تقريباً هلأ لما تكون الاحتشاءات خفيفة جداً هلأ شوفي في نقصة ثروية دماغية العابر المريض خلال دقائق يكون رجع لوضع طبيعي أما لما يصير عندي ضعف بالإيد وضعف بالرجل أهدولي بدهم لا يقل عن شهرين ثلاثة تمارين وحركات ومعالجة فيزيعية لحتى يستعيدوا الجزء الأعظم من الوظيفة كاملة ولكن لن تعود الأعضاء لوضعها قبل الاحتشاء لكن لما يكون عندي فالج كبير أو احتشاء كبير فهذا المريض أكيد صار طريح الفراش هذا بده تمارين يومياً بده تقليب بشكل مستمر ممكن نستعين بفرشة هولا حتى ما يصير عنده خشكريشات صار بده تغذية عن طريق الأنبوب الأنف المعدي شوفي قديش هي مشكلة معاناة كبيرة جداً وهي المعاناة راحة أبدية يعني الاحتشاء الدماغي الكبير هو كارثة بالنسبة للمريض وعبء كبير على أهل المريض وعالناس اللي بدهم يقوموا بتمريضه وهذا بأعتقد راحة مدة سنوات ما هي مدة ولن يستعيد يعني وظائف عظاه بشكل كامل لكن لا شك أنه العلاج التمريضي والمعالج التمريضي والعلاج الفيزائي لهم دور كبير وبدنا نحاول يعني ناخد العلاج الدوائي لحتى نمنع حدوث احتشاءات دماغية أخرى وخاصة عند المرضى المؤهبين والمرضى اللي صار عندهم احتشاءات خفيفة فأنا لازم رأساً أدور على الأسباب وحاول أعالج الأسباب لحتى أمنع حدوث الاحتشاءات الدماغية مرة ثانية يمكن هون حكيم الأعمار الصغيرة بكون في استجابة أكثر لرحلة الشفاء خلينا نقول أو حسب الحالة واليوم ما مين المؤهل للإصابة أكثر الذكور أم الإناث؟ هلأ عادة الاحتشاءات الدماغية هي مرض الأعمار الكبيرة مو مرض الأعمار الصغيرة نحنا ما بنشوفها بالأعمار الصغيرة نهائياً وإذا شفناها فبيكون عادة في أسباب مؤهبة وأهم سبب مؤهب في هالحالة هاي هو يأم الرجفان الأذيني اللي حكينا عنه عند الناس اللي عندهم تضيق في الصمام التاجي وهذا بنشوفه كتير عند السيدات اللي عندهم تضيق تاجي بسبب حمارة ثوية أو الناس اللي عندهم تشوهات وعائية دماغية في الدماغ فإذا كان أو أمهات دم دماغية فهدول إذا صار عندهم شيء سبب معين وفجرت هاي رح تسوينا نزف دماغي هدول الأعمار الصغيرة وهن ينقليلين كتير نحن عادة بنشوفه عند الأعمار الأكبر العامل الوراثي بلعب دور؟ هلأ العامل الوراثي له دور لكن دور ما هو كبير كتير أكيد شيء مساعد أكيد عوامل خارجية تساعد هلأ دائماً مثل ما قلت لك عوامل الخطورة اللي قلناها قبل شوي اللي هي التدخين والسكر والضغط والأمراض التانية اللي بتأدي لتصلب الشرعين مثل ارتفاع الشحوم الثلاثية وارتفاع الكوليسترول الإناث أو الذكور الدكتور؟ هلأ الذكور عادةً هنن الأكتر إصابة الذكور أكتر إصابة من الإناث بشكل واضح هلأ سواء بجلطات القلب أو جلطات الدماغ دائماً الذكور هنن أكتر إصابة لكن ممكن يتساوهن بعد سن الخمسين لكن عادةً الاحتشاءات الدماغية وقت تصير عند الإناث فهنن الوفيات عندهم أكتر من الذكور وقت يصير عندهم الله يبعد المرض عن الكل من الصحة والسلامة للجميع ختاماً خلينا نعطي دكتور بعض النصائح لكل الناس اللي عم يتابعونها وذكرت نقطة كثير مهمة من العوامل الرئيسية هو التدخين للأسف قداش بنذكر عبر الحاملات التوعية قداش التدخين منضر وقداش سبب رئيسي لعدد الوفيات سنوياً اللي عم يزداد حول العالم وللأسف تشوف في ازدياد بالتدخين خلينا نعطي بعض النصائح لكل الناس اللي عم يتابعونها والله التدخين هو أكبر وأهم سبب يؤدي إلى تصلب الشرعيين وهو يسم البدن كاملاً من أعلى الرئيس إلى أخمص القدم فهو بيساوي التهاب قصبات مزمن وقصور تنفسي وتشنج قصبي وبيساوي تصلب بالشرعيين وبيساوي جلطات بالقلب ودماغ وأنا عمري ما شفت حدا أقلع عن التدخين وصر لشيه وعمري ما شفت حدا أقلع عن التدخين وندم على تركه ولذلك نحن لازم نتجاوز هالعقبة أنه أنا ما بقدر ما بقدر لا هذا الكلام غير صحيح في الناس اللي عندها إرادة وإذا ما في الظروف صحية علينا كلياتنا الناس اللي ما عنده إرادة الإرادة لا ترك التدخين هو أمر سهل أنا بريد أكد على عدة شغلات ضبط السكر عند المرضى السكريين له دور كبير ضبط الضغط والالتزام بالعلاج الدوائي للضغط له دور كبير بمنع الاحتشاءات الدماغية والاحتشاءات القلبية النمط الحياة له دور كبير دائما الرياضة هي أحد الأسباب اللي بتمنع الجلطات سواء بالدماغ أو بالقلب لأنه هي تقلل من حدوث التصلب العصيدي النشاط الفيزيائي له دور كبير الابتعاد عن الشدة النفسية والتوتر والقلق والتعصيب والزعل له دور كبير وأنا هي راح أحفاتي أني أقول لك أنه هدول بالأساس المرضى اللي عندهم تصلب شرياني أحيانا الشريان متضيق على تعصيب الزين سكر الشريان سواء له الأزمة سواء الاحتشاء قلبية واحتشاء دماغي فأنا بريد أكد على ضبط عوامل الخطورة اللي عام أقول عنها وحاول تجنبها أو تجنب تناول الكحول هدول العوامل كلهم نحن بنكون هاي عوامل مؤهبة أكيد لقاء خير مقنطار علاج نتمنى من الكل فعلا يستفاد هاي المعلومات نتشكرك دكتور على وجدك معنا شكرا كتير إليك شكرا كتير إلكم شكرا حكيم وصباحك صحة وسلامة إليك ولكلحدة عم نشوفنا عبر الإخبارية السورية شكرا أما نحنا نور مكملين بباقي فقرات صباحنا غير لليوم وقبل ما نتقل لمساحتنا الثاني خلينا نكون بموجز لأهم الأخبار لليوم ونشوف أخبارنا اليوم مع زميلتنا ميس أورفلي يسعد صباحك ميس يسعد صباحك راشا ويسعد صباحك نور مشاهدي الإخبارية السورية موجز لأهم الأنباء ببعض الفاصل أدانت سوريا القرارة العصفية الذي دفعت إلى اتخاذه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ضد إيران في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراها الدكتور فيصل البقداد وزير الخارجية والمغتربين مع الدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني وأوضح المقداد أن سوريا تؤكد أن مثل هذه القرارات التعصفية غير المقبولة تعكس نهجا مستمرا تقوم به الدول الغربية ضد الدول المستقلة بهدف تنفيذ أهدافها التخريبية وعبر المقداد عن ضمان أن تضامن سوريا قيادة وحكومة وشعبا مع حكومة وقيادة وشعب إيران من جهته نوها عبداللهيان بتضامن سوريا مع إيران وشعبها مبينان أن شعب الإيراني ومن خلال رده على أعمال الشغب أكد إيمانه بثورته وبالدور الذي تقوم به إيران داخليا وخارجيا لمواجهة جميع المؤامرات الغربية استشهد شابين فلسطينيين في بيت ريمة قرب رامالله شمال الضفة الغربية المحتلة ليرتفى عدد الشهداء خلال الأربع والعشرين ساعة لثلاثة شهداء بعد ارتقاء شهيد من بيت أمار وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد الشاب جواد عبد الرحمن ريموي لرصاصة في الحوض ثم شقيقه ظافر برصاصة في الصدر بعد اطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في بيت ريمة هذا وكان في وقت سابق استشهد شاب فيما أصيب عدد من الفلسطينيين مساء أمس في مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمار شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة أعلن الأمين العام لحلف الناتو يينس سوتنبرغ أنه يتوقع من الاجتماع الوزاري للحلف في بوخارست قرارا بزيادة توريدات أنظمة الدفع الجوي لأوكرانيا وقال قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الناتو في العاصمة الرومانية أتوقع أن إحدى الرسائل في ختم لقاء وزراء الخارجية في بوخارست هي ضرورة لزيادة توريدات أنظمة الدفع الجوي وكذلك قطع الغيار وذخيرة لمختلف أنظمة الدفع الجوي الأوكرانية والتدريب على استخدامها أيضا يذكر أن بوخارست تستضيف الاجتماع الوزاري للناتو خلال الفترة بين 28 إلى 30 من الشهر الجاري أعلنت وزارة الخارجية الروسيانة الاجتماع بين روسيا والولايات المتحدة لمناقشة إمكانية استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت الاتفاق الرئيسي لنزع السلاح النووي بين القواتين قد تأجل إلى أجل غير مسمى وقالت الخارجية أن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية في إطار معاهدة نيو ستارت الذي كان من المقرر عقده مبدئيا في القاهرة بين 29 من تشرين الثاني والسادس من كانون الأول لن يؤقد في الموعد المحدد مضيفة أنه تأجل إلى أجل غير مسمى وبحسب واشنطن لم تطي موسكو مبررا لإرجاء الاجتماع المقرر في القاهرة وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي لم نطلق إجابة حقيقية من الروس لتفسير الأسباب التي دفعتهم لإرجاء الاجتماع ختام جزا الأخبار من الأخبارية السورية عودة لرشا ونورة مع صباح نغير إسعاد صباحكم شكرا يا ميس وبأيت نهار حلو لأيلك أما نحن مكملين بباقي فقرات صباحنا غير لليوم وقبل ما نروح لمساحة جريدة وين هنروح؟ نروح لتقرير آخر من دار الأسد للثقافة والفنون ضمن فعاليات أيام الثقافة أقيم حفل موسيقي لخريجي الدفع الأولى للحاضنة الموسيقية تفاصيل أوفة خلونا نتابع بالتقرير التالي اشتركوا في القناة موسيقى نقدم مجموعة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية هذا النوع اللي قل ما اليوم يتقدم الخشبات المسارح فنحن بحاجة نرجع نقدم للجمهور هذا النمط الكلاسيكي وبما يسمى موسيقى الحجرة طبعا موسيقى الحجرة هي النسخة مثل ما حكينا النسخة المزغرة عن الأوركسترا فنحن هنا في على عاطق كل العازف أهمية مضاعفة حتى يزف دوره بدقة تماما يفهم العمل نحن نسمع العمل اللي عم نعزفه مثلا من على اليوتيوب من فرق معينة نسمعه من كذا فرق لنشوف كيف الأسهاليب يعني ممكن العازف يضيف شي من روحه أكيد فنحن نبني شخصيتنا بالنهاية كيف عم نقدي هذا العمل مشروع الحظنة الموسيقية هو بيستهدف الخريجين الشباب طبعا نحن مجموعة من الخريجين وفي بعض الطلاب كمان السنين المتقدمة مع كمان الأساد الكبار هو من مشروع موسيقى حجرة أنا شاركت فيه من البداية كنت بالبداية يعني دور البيانو ما كان كتير أساسي نحن البيانو ممكن نكون مرافقة للآلات التانية أو للغناء كنت بالبداية مع المغنيين اليوم بحفلة الختام البيانو اليوم أساسي بهي الأطعام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقبل ما نكون بمساحة جديدة دم صباحنا لليوم هنكون عبر اتصال هاتفي مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية اليوم رح نعرف أكتر من خلاله عن المنخفات اللي جاي لأنه بلشناها يعني مرأ يومين كتير برد وعلى ما يبدو في منخفات جاي أكبر دكتور ساي صباحك صباح الخير كيفاك؟ صباح الأجواء الخريفية خريفية أكيد يا دكتور طبعا نحن فلكيا لساعة 3 فصل الخريف اللهم أننا عم نلاحظ مصطبع درجات الحرارة ولغم ذكرت الأرصاب الجوية عن مخفات قادم ماطم بإسم الله تعالى لكن فعاليا نحن لساعتنا عم نعيش أجواء خريفية باردين فيا ما أقبلنا نفعي الشتاء فلكيا يعني باقيالنا للشتاء واحدة واشتري فيا وهم قلت ما دلنا بأجواء الخريف رغم أنه هذا الخريف كان مميز جدا بأمطاره من درجات حرارته الناس لمشت البرد فيه يعني بدأ البرد باكرا فيه لكن فعاليا وفلكيا نحن نم ندخل بعض فصل الشتاء يبدأ بلش طبعا بواحد وعشرين كعنور الأول يعني ساعة بقيا لواحد وعشرين نور متوقع يعني مثل ما لاحظوا أنهم بيّن بوادر هذا الشتاء من خلال هذا الخريف التسلطن المنخفضات اللي عم تكون غزارة أمطاره أجواء الباردة كل هاي مؤشرات لطفل الشتاء قادم لكن لغم هذه البرودة أنا حاجة للموضوع عندما نحن بإنكار جمعية فاللكية السورية مرتفع حرارتنا هالأيام بإطبار نتائج مهمة جدا للشعب السوري اللي هي موضوع تسمية كوكب ونجم بأسماء سورية اليوم انتهينا تماما من ملف هو تسمية أحد الكواكب المختصفة حول أحد النجوم بدنا نطرح عليه نطلق عليه اسم طبعا هناك منافسة عالمية لإطلاق اسم محدد على هذا التوكب وهذا النجوم نحن كان لدينا ثلاث خيارات واحد من الفيحاء والشهباء نسبة طبعا سيدة دمشق وسيدة حلب الاسم الثاني كان قصرة الشام وثلخط طبعا لأنه كان هناك ما مر تحت الأرض يمر فيه العربات محافظة السليداء ومحافظة درعة والاسم الثالث كان عمريت وأرواد نحن ننافس على هذه الأسماء الثلاثة بالاتحاد الدولي للفلا سعيا مننا لأن يكون فعلا الاسم الثالث بعد تدمر بعد نجم إبلا بعد كوكب تدمر بعد كوكب أغاري أن يكون لدينا أيضا أثناء ثالث اسم لكوكب ونجم مكتشفين حديثا خارج مجموعة الشمسية طيب خلينا نحكي معك أستاذ محمد عن نشاطات الجمعية السورية الفلكية مع نهاية العام يعني نحن نحكي عن إنجاز مهم في بعض نشاطات لسه محضرين لنا خلينا نحكي عن العام المقبل بما أنه نودع عام 2022 ونستقبل عام 2023 دائما معكم فيه جديد دائما فيه نشاطات وفعاليات لسوريا ضمن الجمعية مو فقط على مستوى سوريا نحن نحكي عن مشاركة دولية وعالمية صحيح بالضبط نحن السنة نجاية كثيرا محضرين بالذات بعد الانتصار اللي حققنا بأخذ المركز الثاني على مستوى العالم في عام 2022 بالنشاطات يعني سوريا الحمد لله رب العالمين أخذت المركز الثاني على مستوى كل العالم بنشاطات السلسية من عام 2019 عام 2022 لما هي كل 24 سنين بيصير تقييم مرة هلأ نحن نحضرين كثير شغل لعام من عام 2022 لهاية يعني عام 2023 لعام 2023 منها نحن عم نفعل من قسم لقصتين القسم الأول هو موضوع اكتشافات الكواكب خارج المجموعة الشمسية وتسميتها وترك ضرصة سوريا على هذه الكواكب الحديثة لضعف إلى ذلك المشاركة بأي مهمة إلى الفضاء سواء من خلال بعض التجارب اللي نحن كعضاء اتحاد الدولي فلك حق لنا المشاركة ببعض التجارب العلمية أو اقتراح بعض التفاصيل الصغيرة إضافة إلى ذلك لدينا الخط الشعبي أو المجتمعي اللي نحن عم نسعد من خلاله أنه ننصر هذا العلم على مستوى الشعبي عام 2023 نحن حيكون عندنا خسوب جزئي رح نكون مستعدين بشكل كثير كبير لأنه ننظر لتكون الدعوة عامة إضافة إلى ذلك الظواهر المتكردة كالهطل الشهابي كالعبور زواهر عبور الكواكب كلها وحن نكون تعطين باب المرفض بشكل أكبر للناس المهتمة اللي بزورة بمعنى أنه حتكون السنة القادمة سعلا بالنسبة لنا سنة عمل لأنه حابين نحن مو بس ندخل الاتحاد دولي من فلك ونضر فيه لأ ونترك ضقمة مهمة جدا للمشارك في سوريا يعني يوم عن يوم نحاوي يكون نشارك دوعوي في أفكار جديدة دائما نتوجه سواء للفلك الصغير للأطفال أو حتى للشباب المبادرات الشبابية تعطيهم مساحة أنه يقدروا هم يتقلقوا يقدروا يعطوا شيء من ألبهم يقدروا يبدعوا يعني نحن بحاجة لهالشباب يبدعوا ويكون لهم مساحة كبيرة يعبروا عن أفكارهم هذا شيء يعني نحاول نحن السنة الجارية حنحاول السنة الجارية نسلح المجال للشباب أن يكون لهم دورك طب خلينا نحكي عن الزواهر الفلكية المهمة يعني دائما في زواهر فلكية مهمة تحدث والجمعية السورية الفلكية دائما بحالة رصد لهي الزواهر ونحن بنتابع عبر وسائل السوشيال ميديا وعبر وسائل الإعلام فيه زواهر فلكية مهمة ممكن نسلط الضوء عليها بحيث أنه سيكون إلى دور الجمعية السورية الفلكية برصده عالميا أول شيء في عام 2020 عندنا ظهارت خصوص للقمار سيكون هذا الخصوص مهم جدا بالنسبة لنا لنسبة العالمي جدا سيكون في إسادات كامل لرصده إضافة لهذا الشيء بسويس بطل بـ 17-18-20 ثاني هدول 6 500 محطات المحطات الأكبر في عام 2023 الظواهر الأهم إضافة لهذا 6 محطات كبيرة عندنا محطتين مهمتين جدا اللي هي تراصف بعض الكواكب اللي هي المشتري وزحل والمريخ والزهرة في سماءنا هذا اليوم سيكون مميز جدا لأنه سنستطيع أن نراقب ونتابع مجموعة من الكواكب بليلة فسط واحدة هذا من الأمور الممتعة جدا وبالنسبة لنا المفيدة جدا يمكن كمان الناس بالنسبة للناس كمان هلال أهلة الأشهر القمرية هلال رمضان المترقب بآدار أيضا سنساويه بشكل شعبي سيكون في دعوة عامة سيكون في شيء مميز حتى لموضوع بطيط مثل العالم لكن أهم شيء بالنسبة لنا نحن يحضر له موضوع الخصوف يعني وجود الأرض ما بين الشمس والقمر فهذا الحالة بالنسبة لنا لا يحتاج إلى وسائل حماية ممكن رزه بالتلسكوبات ممكن معرفة تفاصيل القمر وطوهاته وحفره وشباله رزة القمر بالتلسكوب الكبير اللي هو التاني أكبر تلسكوب بالوطن العربي بيتيح للمشاركين أن يشوفوا تفاصيل الأمر بشكل لم يصدق لهم أنه شابوها بالتالي هذا اليوم بالنسبة لنا ويمكن أميال سيون سيكون في عام 2023 لكن لا يعني أنه لا يوجد دائما نشاطات مراسقة قد مباعث وتمهي طبعا أستاذ اليوم دكتور خلينا نحكي هيك صار شي صور جديدة من الأقمار السناعية تم رصد شي صور جديدة فيديوهات جديدة طبعا دائما في فيديوهات جديدة وأخبار جديدة ويوم عن يوم احنا معلومات الفلسية عم سلتاد بسبب أنه يوم عن يوم في مهمة فضائية يوم عن يوم في تواضع صنعية عم تنطلق يوم عن يوم عم يطلنا صور يعني هلأ مثلا أرتميس واحد المهمة اللي حتكون هولة في عام 2025 أرتميس واحد وصلت ودارت للوجه الآخر من الأقمار وبدأت يرسال صور للوجه الآخر من الأقمار هذه الوجه اللي معظم اكتشفوها السوفيت بالسبعينات القرن الماضي هذه المهمة مهمة جدا الصور التي أرسلتها بجميع كمية من أهم الصور أنا بحب لكم المضارح تحديدا كنا بليلة ترصب رغم هذا ورغم هالجو كنا بليلة ترصب راقبنا كوكب المريخ عفوا المريخ وجدنا كمية الثلوج على كوكب المريخ يعني نحن الشتاء عندنا لسا ما بلش وكانت وردته المريخ الشتاء عندنا بلش لكن بلش بشكل غريب تماما المسافة التي غطاها اللون الأبيض على كوكب المريخ كانت من الحالات الناذرة عبر التلسكوب على البرنامج عشان شفرجينا عدد كثير من الناس كيف هذا الغطاء الأبيض غطى القلونسوتين المريخيتين بلون أبيض واضح تماما فاستشعرنا الشتاء على الأرض يعني خلا المريخ نستشعر الشتاء على الأرض كيف هذا الغطاء امتد لمسافة لم يمتد عليها صادقا يعني نحن 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 صادقا لزمن التلسكوبات فمن زمن ما تم رصد المريخ حتى اليوم هذه أكبر مساحة يغطيها الجريد على كوكب المريخ هذا بيدل أنه النشاط الشمسي والنخفض نسبيا البقعة الشمسية الزائدة نسبيا وبالتالي الشمس ما تطلق الحرارة الكافية لتزيب الجريد على كوكب المريخ وهذا يعني أيضا أنه فعلا كمال على الأرض ممكن نكون نحن مغتربين من شتاء قارس نسبيا بشرة خير يا دكتور يعني حمدنا شتاء قارس نحن اليوم كنا متأمنين في مثل هيك عننا نور بيقول بين تشرين أول تشرين تاني في صيف يعني لابن ما نأمر بس المزوطات ودول القصص تبعوة الشتوية يعني هلا نحن طلعنا من تشرين أول تشرين تاني خلنا بكانون الأول خلاص ما عد في المزح خلنا بالجدول بردات ضيب ختاما سريعا أستاذ محمد خلين نحكي بالختام نشاطات الجمعية السورية الفلكية لعام 2022 فيه بالختام العام فيه نشاطات فاعلة رح تقوموا فيها تمام نستمرين نحن حتى لسبب أيام من بضاء أيام على نهاية هذا العام برغم أنه في بضاء أيام لنهاية هذا العام نحن عم نستسنر هالبضاء أيام قريبا رح نطلق موقعنا على الانترنت باللغة العربية والإنكليزية لحتى تكون نافذة للعالم على السورية وعلى المشاطات الفلكية السورية رح نحاول قبل بداية عام الثاني وثلاثة وعشرين إضافة إلى ذلك كمان نحن نحن حضرين لليلة أصف فلكية بنهاية العام بالخلالها نشرح للناس عن الكوكبات السماوية والفرق بينها وبين الأبراج ونحكي فيها عن القمر وزمالية القمر لأنه نحن نتميز عن الخريط خلينا نسميها بالصفاء الكامل وهي أفضل أوقات الرقم التركي ما بين الخريط والشتاء لهذا نحن نستعديلها دكتور بنا نشكر اليوم كل المعلومات وتواجدك معنا عبر اتصال هاتفي الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية شكرا لحضرتك إن شاء الله هذا الشتوية بتم رؤى خفيفة علينا إن شاء الله يتعلم بحكم يا رب إن شاء الله شكرا إليك نتمنى لكم التوفيق وجهود كبيرة تكون فيها جمعية السورية الفلكية لا تثبت اسمها ليس فقط على مستوى سوريا على مستوى العالم شكرا كتير أما هلأ مشاهدين من روح لمحافظة اللاذقية وتحديدا مع أجواء مبادرة هوى بحري للأمانة السورية للتنمية لأضافة رونق خاص على الكورنيش الغربي بالمحافظة التفاصيل خلونا نتابع بالتخصير التالي حلة جديدة بأسلوب عصري وخدمات متنوعة تضيف رونقا للكورنيش الغربي في اللاذقية عبر مبادرة هوى بحري للأمانة السورية للتنمية هدفت المبادرة إلى تحويل الكورنيش الغربي إلى مساحة صديقة تراعي زروف جميع رواده من خلال تصميم أربع مقاعد نزودي بألواح طاقة شمسية لإنارة المكان ليلا بالإضافة إلى مآخذ شحن لشحن الأجهزة النقالة إضافة إلى ذلك تم تركيب رمبات لتسهيل حركة زويل إعاقة تم تخصيص مواقف للدراجات الهوائي بما يراعي الواجهة البحرية لمدينة اللازقية نحن نتمنى كأمانة المجتمع المحل الحفاظ على المقاعد عدم رمي الأوساخ هي المرحلة الأولى ضمن خطة لزيادة عدد المقاعد والخدمات مبادرة حلوة يعني هناك واحد يرتاهم جميلة بس يحافظوا عليها أتمنى من الجميع المحافظة على هذه المبادرة والتوعية بشكل خاص لأنها خدمة للناس أجمعين والشيء اللي بيخدمنا لازم نحافظ عليه كتير حلوة ومميزة فيها شغلات يعني مثل أنه الواحد بيجي لهون بيشوف الموقع فيها إنارة المساء بيجوا بيتسلوا الشباب وبتمنى منين أنه يحافظوا على الشيء الكتير حلوة مبادرة هوا بحري تجسد تكامل العمل بين المجتمع الأهلي والجهات المعنية لتحسين الواقع الخدمي والجمالي في مدينة اللاذقية أما هلأ وصلنا لفقرة جديدة من صباحنا خلينا نقول عننا اليوم فقرة رواء خلونا نروي قدي اليوم صوت العود يعني كل يعتنا متعلقين بهذا الصوت يعني رغم كل التطور ورغم كل الحداثة بالمعزوفات والآلات الموسيقية ولكن بيظل في حنين لهذا الصوت الآلة الشرقية الأجمع هو العود والبحنية بصوت العود ويمكن كل لاياتنا قلنا ذكريات بالطفولة مع العود قداش يمكن هو في ذكريات أساسية بتطفولتنا يمكن ما في حدا بالعيلة ما جرب ما جرب يعزف عود بأهلنا بالشام أهلنا بحلب هاي الآلة إلى جزء كتير بهم بالخصوصية خاصة تراثية بالنهاية نور اليوم ضيفنا هو عازف قدر أنه يصنع عوده بنفسه بنقال عنه أنه هو أول عازف سنع العود سنع عوده بنفسه له الوفات موسيقية كتير وكان له تاريخ بموضوع العود والمؤلفات اليوم تكون رائعة وتكون على زوءكم معنا لليوم الأستاذ حسين بسبيب سألت لك سعيد صباحك صباح الخير عليكم وعلى التلفزيون القديم وعلى والدين سهلة بحضرتك سعيد صباحك وسعيدين بوجودك أهل وسهلة فيك حاببت تسمعنا شيء ولا ضغل نفوت دعونا نروأ دعونا نروأ نروأ بمعزوف الموسيقية نخرج من الأجواء الشتوية طيب اعتبار أنه نحن الصبح يعني هلا ودائما يعني الصباح له خصوصية ورافعنا به الخصوصية فيروز سيدة فيروز صحيح طبعا فنقول شيء شيء نعوم لفيروز نعم نسمع شكرا 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 كنتي أتشجع غني نور لا لا حبيبي يعني خلينا نحكي قالت العود إيه لخصوصية هلا لما عم نسمع بتلاقينا كل ياتنا هيك بتزرع فرحة بقلوبنا فيها حنية كتير حلوة خلينا نحكي عن علاقتك بالعود أنت بتعزف من زمن طويل من أنت وصغير وقلينا نشوف يعني من طفل صغير يهوى قالت العود بتلاقي بي عمار أكبر شوي هاي العلاقة كيف بلشت هلا علاقة الموسيقى بشكل عام بالبيوت العربية يعني هي بتوجيه الأهل بحبة الأهل للموسيقى بتلاقي بيزرعوا هذا الشي بالأولاد يعني فبيواجهوهم بقلولهم أنه فيه بموسيقيتنا العربية في العود في الانون في الكذا فبتلاقي كل حدا بيروح مثلا بيشوف الكمنجا بتلاقي حب الكمنجا صار يازف شعف العود خلاص العود يعني حسب ما هو يهوى شي هيك يربطه من النظرة الأولى من قول بالآلم ارتبط فيها وضل مكمل فبتمشي خطوط كتير مع الموسيقى لأنه يعني الموسيقى عنا ما هي الشيء الأساسي في الحياة في منادفات تانية لازم تكون هي الأهم يعني مثلا أنه يدرس يصير طبيب يصير مهندس ويصير بعدين يعني موسيقي بس ما رح يطلع هذا الموسيقى اللي هو مختص ببحوث الموسيقى بعلم الموسيقى بتاريخ الموسيقى وين كانت الموسيقى وين صارت يعني بصير ممكن يدندن إذا كان هيك بس أما لما بده يروح يختص فبتلاقي إنه هو خطص وصار فيه عنده صار فيه كم هائل من الدراسات إنه ممكن يكلفه أكتر ما يدرس طبيب أكتر ما يدرس صحيح مام هلأ ذكرنا بالمقدمة أنه حضرتك صناعة العود بنفسك هل نحكي عنها التجربة يعني قديش معناتها في ارتباط اليوم بينك وبين هاي الآلة في شي روحاني أكيد يعني صحيح هاي يعني قصة الصناعة في إلها يعني 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 في إلها سبب أخيانا الواحد بحتاج لشي وبدور عليه ما يجد صحيح دورنا الدنيا يعني الدنيا بشكل كامل أنه من يصنع عود مثلا بالعالم مين أفضل حدا الهرائيين أخذنا منهم مو مو طلبين الأتراك أخذنا منهم مين بعد المصريين أخذنا منهم طب مو هيك شو كانت الإشكالية الإشكالية أنه مو هذا اللي بدي يعني أنا أصلا ما عم بعرف الشيء اللي بدي من هاي الآلة أنه كيف لازم يكون فيه شيء بذاتي بداخلي ما عملاقي موجود من خلال اللي هني أنا شتريت منهم بموالغ ضخمة جدا فقررت أني روح للصناعة وأصناع عودة بنفسي فهذا المشوار دام حوالي بحث وعلم حوالي 15 سنة أوه 15 سنة كنا نصنع أعواد بالبداية بديت مع أخي بعدين مع ابني بعدين يعني الآن أنا ما عاد عشتغلت بإيدي كشغل صناعة أيها صناعة ولكن كل شيء أنا اليوم سويه هو أرشف كبحوس ألمية في الصناعة العود صار عودنا اليوم هو الأهم في العالم يعني لما من قول عود سبسبي فهو رقم واحد في العالم حلو عم شوفك شوية لقطات على الشاشة بورشة العمل قدي هاي الورشة بتجمع محبة قوية كثير يعني هي الورشة المملكة تبعي اللي فيها كل حياتي اللي فيها كل الأفكار الحلوة اللي بتطلع اللي هي بتخدم الإنسان إن كان موسيقى إن كان تأليف موسيقي إن كان تدريس إن كان صناعة أكيد نحن سعيدين وفخورين فيك ولما نقول العود السبسبي هو الرقم واحد نعتز ونفتخر بكل السوريين اللي مثل حضرتك خلينا نحكي عن الموسيقى التصويرية لدراما قمش هي يمكن إلى جزء كبير برحلتك الفنية صحيح وقمش الموسيقى التصويرية تلعب دور بتحريك المشاعر لما نقول حتى آلة العود يعني هي آلة حساسة فياضة مشاعر والموسيقى التصويرية بعتقد هي بتخدم عمل تقريبا 8% لـ 90% تلعب دور بإنجاحه اليوم صحيح مشواري كان مع الموسيقى التصويرية مشوار طويل يعني دام حوالي 20 سنة بهذه 20 سنة يعني العودة الموجود في سوريا في كل الدراما السورية تقريبا 90% يعني يعني مثلا من أيام أفتح يا سمسم الحلقات التي كانت الأخيرة مع أستاذ حسين نازل فعودي موجود فيها يعني كان 420 حلقات بالسنة يعني على مدار اليوم وكان العود مرافق تماما للأطفال تماما أغاني كلها للأطفال لأنه أصلا برنامي الأطفال وعندما رحنا من مثلا بعد إفتح يا سمسم كانت الدراما الجدية وكان في تطور للدراما بشكل لا يوصف وكان الموسيقى التصويرية وكان في نهضة اليوم بإفتح يا سمسم أيو في مسيقى تصويرية صحيح صارت انتقلت نقلة طويلة عريضة صار العود مع الأوركسترا كنا نسمع العود بهذا الجو الشرقي والعربي وجو رأسة ستي وجو البيت صحيح فصلنا نسمع عمل ضمن الدراما صار في عمل الأوركسترا بتحسي كتير كبيرة والعود ما أخذ مجده فيها أو يلعب فيها فكان جوهل وشتغلت مع أستاذ طهر ماملي اشتغلت مع أستاذ سعد الحسيني اشتغلت مع يعني سوريا إذا أريد أن أسمع مع الكل يعني كل شي يعملوا بالدراما السورية التحييي نعم اشتغلت معهن كان مشوار حلو كتير والآن في تسجيلات هائلة وساعات طويلة من الموسيقى تحس لازم تكون هي مخزون يعني مخزون مخزون موسيقي أكيد ضمن المكتبة الموسيقية السورية تمام مثلا سولو بقعدو مين اليوم بيعرفو هذا حل شيء صحيح هذا حل صحيح سيجل قبل أن نذهب لمهرجان طريق الحرير ووجودك كسوريا ضمن المهرجان هل تسمع شيء ثاني؟ ماذا تسمع هل تغير دوزان وضبطه هل هناك موسيقى تصويرية أو محضر شيء ثاني؟ تضبطوا قليلا لا نعم لكن يجب أن أفتح ذكريات جميعا حلو يمكن أن نرى أكيد هناك أجهال التي تربط على هذا البرنامج حتى رجعنا نرى نسخة جديدة ولكن لا يشبه القديمة كشخصيات كرتونية هناك لأنني بحالي مثلاً هيا ناس خلوني بحالي يعني أكثر من هيك ما خلوني أستاذ طاهر أشتغلنا معه كثير موسيقى حلوة الزير سالم نحكي عنه يعني باب الحارة جزء من أول لجزء ممكن عشرات اطمائش ما ما أقل نسمع شي لباب الحارة اليوم ما أنا ما أنا متذكر شي أنه حلقات قديمة وصل لسنين كون زير سالم الفترة كان عمله إعادي إعادي لإله يعني دائماً لما بتكون الموسيقى هاي يعني ميلودي بيكون مقطع مرافع للدراما فما فينا نتذكر طيب خلينا نحكي عن مشاركتك بمهرجان طريق الحرير كفنان سوري ونحن بنبسط بكل المشاركات السورية بهذه المهرجانات لأنه نحن أساساً يعني طالعين من حالة حرب لكن عندنا الحس السقافي والموسيقي عالي ونستمرين فيه يعني وجودك حتى اليوم بالبلد واستمرارك بهذا العمل كمان هيدا إنجاز ضمن ظروف لي عمي نعيشة اليوم حالياً طريق الحرير بيعود الفضل للدكتور سعد الله آغا القلعة يعني كان إنه هو كان وزير سياحة بهذا الوقت فكلفني إلي حسين إنه شو رأيك نعمل هيك شي مميز قلت له أنا اللي بحب هيك شي هيك قصاص يعني بحب الأشياء المميزة فبديت بهذا المشروع كان اللي يشتغل وساعدني بالمشروع بشكل يعني داعم أساسي هو دكتور سعد الله آغا القلعة ووزارة السياحة نعم كانوا طاقة ما بنساب من يعني من التفاني والشغل اللي هن اشتغلو بخزوا ساعد المشروع ودائماً استاذ الفريق بيعطي طاقة لبعض أيها بس هو فريق حلو كتير صحيح بيتأثر وبتتأثر بهذا الفريق قبل أن نكفي حديثنا معك معنا اتصال لهاتفي حروح نسمع اليوم عن الفعاليات هننتقل ضمن اتصال هاتفي لأستاذة ريم إبراهيم لنحكي أكثر عن ملف الأعوات في برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية سعد صباحك ستريم صباح الخير يسعد صباحك صباح الخير يسعد صباحك بما أننا الأستاذ حسين خلينا نحكي عن فعالية إدراج العودة السورية على قائمة اليونسكو لحفظ التراث اليوم صباح الخير صباح الخير لأستاذ حسين صباح الخير 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 ونحافظ على انتمائنا وهويتنا صحيح اليوم بما عم نحكي عن التراث السوري قداش مهم الحفاظ عليه قداش مهم اليوم إدراج العود السوري على قائمة اليونسك والحفظ للتراث استاذ حسين مثل ما قلنا بيضاية حديثنا يعني نحنا أساسا كانت الحرب هي ضرب الحضارة والفكر الثقافي أول أبجدية أول نوطة موسيقية فلما نقول إدراج العود السوري حكيت أنه العود السوري أنت سنعطه بإيدك لأنه لم لقيت مثيل لا بأي بلد حاولت ممكن تقطين يعود لا العود السوري له خصوصية وهو تراث جزء من تراثنا اليوم صحيح أول شيء بلدنا يعني الشام هذه ليست أول مرة تصير عليها هذه الهجمة يعني عبر التاريخ فيه كثير هجمات وآمت الشام ورجعت يعني ليست أول مرة كان آخر مرة التتار وبعضهم العثمانيين والفرنسيين ما بعرف شو إلى آخر وترجع الشام وتقوم ولا آية بعد الحرب قامت الشام تبعني أما شيء ما يربط العود بالمكان يعني هو أصلا مرتبط بهذا المكان الأكاديين 3500 قبل الميلاد 4000 سنة قبل الميلاد في للآن قرية فوق الحسكة اسمك الكميش المكان اللي هو يعني اختصار لكلمة جيل جامش أكاديين هون بهذا المكان بهذا المكان لقوا تمثيل لعازف عود ترجع حوالي 4000 سنة قبل الميلاد فمن عندنا يعني يعني هو مثله مثل العود مثل الورد الشامي صحيح بس هاي الخطوة مهمة إدراج العود على قائمة اليونسكو لأنه للأسف كل الأصص اللي طلعت من عندنا بتلاقي الدول الأخرى بتحاول تسرقها وتنسبها لإيلة صحيح فكريا وثقافيا وبتروح لمتاحف عالمية بتلاقي آثار سورية كل هاي التفاصيل يعني كل الدول بتحاول تسرق اليوم منك وتنسبها لإيلة لما نقول العود السوري إدراجه على قائمة اليونسكو اليوم لحظة التراث هاي كمان علامة فارقة عالمية صحيح هلأ موضوع العود بالأونسكو هذا يعني شيء مفروغ منه هذا شيء لنا هلأ بالبداية كان فيه موجود بالملف إيران موجودة صحيح هنه اعتذروا وهنه ما كانوا شاغلين أكاديميا بشكل صحيح وشيء تاني إنه يعني يعني ما عندهم هاي الأوابد الأسرية اللي هي صحيح التوسق بهذا العمق اللي هو مرتبط فيه العود بالمكان بالأرب بالشعب اشتغلت أنا مع الأماني مع الأماني السورية ايه مع الأماني السورية مع الأخترين ومديتهم بكتير معلومات وحتى كمان في ملفات جابوا لي إياها ورديت أنا حاولت أني نقحة وكذا وحتى كمان بالاجتماع الأخير مع اليونسكو كنت موجود أنا بالقاعة اللي هي أونلاين مع اليونسكو لما أعتذروا أعتذروا الإيرانيين وبصراحة كتير فرحة أنه تقدم المشروع باسم سوريا لأنه هو سوري بامتياز سوري بامتياز ما لا دخل مع احترام لكل الدول المجاورة وكل علاقاتنا بكل الدول لكن لا ندخل العود إلنا هو إنا هذا التوراس سوري دعونا نحكي اليوم عن تجربتك كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة اللي كانت في بيروت دعونا أضافت لك هذه التجربة اليوم كتحكيم من خلال دراستنا بالمسيئة أنا مر بحياتي ثلاثة أساتذة يعني كانت أنا بعتبر نفسي أنه سعيد الحظ أنه هذول أثرت فيهم كثير لا ثلاثة وكل واحد منهم انهرم يعني كان مثلا الأستاذ نديم درويشي رحمه الله هو ابن الشيخ علي درويش يعني كان مصدر أساسي لكل معلومات الشرق الأوسط اللي هي الموجودة من علوم الموشح لعلوم المقامات للإيقاعات لعزف العود وكان في عنا كمان أمير البزو محمد قبل كريم كمان عنده آلاف الاستيلات من طرق العزف اللي هو مبتكرة وورسانة ومطورة آخر شي كان آخره من منير بشير هو من العراق ولكن معنى سوري بس يعني فتح لي مجالات كثيرة الموسيقى التأملية الموسيقى الروحية على مقامات البلاد الثانية فهذا خلاني أني أنا شوي مميز كعازف عود لما بدنا نعلم بدنا بالأطفال كانوا ثلاثة أربعة يزفوا بهذه الطريقة اليوم في 30 ألف يعني هذا قد يسعدني أني أنا مثلاً أجي أسمع دراما سورية بقول هذا أنا أو لا أنا هذا أنا أو لا أطلعت مؤناة نحن كمان سعيدين موجودك نعتز بمفتخد فيك هو اليودي كلجنة التحكيم ابتدى مو من اليوم ابتدى من التسعينات كنت مثلاً عضو لجنة التحكيم بمسابقة العود الأولى في الأردن ثم في لبنان ثم عودة إلى لبنان ثاني ثم في اليونان ثم في تركيا في تونس في مصر في الإمارات في سلطنة عمان في الكويت في قطر نعد مهرجانات للموسيقى ومسؤول وعضو لجنة التحكيم إن شاء الله تستمر بهذه النفس وحتى هون في سوريا بقيت أكثر من عشر سنين عضو لجنة التحكيم للمنتسبين للنقاط الفنانين إن شاء الله تستمر بهذه الطاقة بسمعنا مداخلة من المايسترو عدنان فتح الله عميد المعهد العالي لموسيقى حاول إدراج ملف العود السوري على قائمة اليونسكو لحفظ التراث يسعد صباحات مايسترو يسعد صباحك وهلا وسهلا فيك شريكنا أنت بكل الإنجازات من الأسوال اللي نفتخر فيها كمان كتير اليوم السوريين المميزين أكيد أستاذ عدنان عم تسمعنا؟ عم بسمعكم خلينا نحكي عن هذه الخطوة إدراج العود السوري على قائمة اليونسكو لحفظ التراث كيف يهم اليوم؟ وإنت يمكن من بداياتك مايسترو عندك مشروع مكتبة موسيقية سورية هذا كتير مهم بالمستقبل لحفظ التراث السوري؟ أول شيء بالنسبة لإدراج آلة العود من قائمة اليونسكو هو بالنسبة لأنه آلة العود هي مرتبطة بثقافتنا السمعية ومرتبطة بأكيد هذا الارتباط هو ارتباط تاريخي يمكن ما في بيت أو ما في عائلة بيخلق فيها يعني تبتخلى من آلة العود أو في حد من أفراد العائلة بيجرد على آلة العود وصراحة يعني ما هي ما وقفت هون الأصلة يعني نحن تطورت سواء كان آلية تدريس أو آلية العزة على آلة تطور جدا جدا مهم وعلى مستوى الصناعة كمان يعني في صناعة نحن نستخر فيهم على مستوى العالم العربي والعالمي ومنهم الأستاذ حسين سبسبي اليوم عم يساهم بتقديم العود للعود السوري كصناعة وعن غير أكيد غير تاريخه شراحك مشروع من حسن أي أكيد غير تاريخه مع هي الآلة كعادية وكمؤلف فهو هون بتتجلى أكيد أهمية إضافة هذا العنصر وبتمنى أكيد يكون فيه جهود لبقاء هذه الآلة بشكل مهم سواء كان بمعاهدنا عمتوعنا بالموسيقى أو بقاء على مسارحنا بمختلف الأنماط لأنه آلة العود هي آلة موسيقية قادرة على أنه تازل جميع الأنماط وأكيد كثير من الموسيقيين السوريين وعادفين العود لأكيد أدموا مشاريع أثبتوا فيهم إدرة هي الآلة وإمكانياتها المهمة سواء كان كآلة تعذف في الصولو أو تعذف مع أركسترا أو مع تشكيل موسيقى مثل 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 الجاز أو غيره فهذا الآلة يعني هنا بالجلة أهمية إضافة قضاء نصر أكيد شكرا مايسترو للمداخلي وبنتمنى لك التوفيق أكيد شكرا لحضورك شكرا كثير لألكون وحاول كمان أن نسلم على الأستاذ حسين سبسبي له أكيد فضل كثير من عازفين العود مثل ما قالت لك بعدة مجالات وهو الذي أدمنا ككتاب بجهوده كتابة عن الأعمال المسيطية التي كثبت لألك العود معه في كتاب واحد وصراحة نحن اليوم نستفاد من هذا الكتاب ومنعطي طلابنا وحتى نحن كعازفين نستفاد من هذا الكتاب ونعزفين العيد العمال فهذا كمان يعني وجب أنه أنه تشكروا وصبح عليه أكيد شكرا أستاذ عدنان شكرا شكرا كثير لك نرجع لك أستاذ حسين ورح نرجع لرحلة موش رحم الشام للأندلس يمكن هاي أول حفلة بتصير بعد الحرب على سوريا خبرنا عنا أكتر عن هاي التجربة كيف كانت وكيف كان دورك ضمن الحفل صحيح كان آخر حفلة هي قبل الحرب كان طريق الحرير 2011 وكان أول حفلة بعد الحرب هي رحلة الموشح اللي اشتغلت فيها التنمية مع وزارة السياحة مع وزارة الثقافة خبرني أستاذ طاهر ما أمين لي يعني يعمل لي حسين إنه نعمل كذا وكذا 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 لقد قلت له أوكي وبدأت بديت رحلة عذاب بهذا الوقت إنه يعني الإعلام اللي هو بره عم يعطي صورة سيئة كتير عم بلدنا إنه أنا لما بدي أحكي مسلاً ما حدا يجيني من أوروبا اللي أنت جنيت أنا أجي لسوريا كيف دي أجي لسوريا وأنت قاعد بالحرب وكنابل وي حبيبي ما في شي عندي أنا الأمور بخير ونحن نطلع وعم نيجي وإلادنا بالمدارس طب أنا كيف شو بدمني كيف دي أصدق أنه أنت هاي قلت لهم أنت حر ما بنصدق براحتك بس أنا رفيقك وأنا اللي أنا اللي عم بحكي بحكيك كصديق وأنا رفيقك فبيقلي أنا خلاص بيجي إذا أنت عم تحكي أنت صديقي خلاص أنا بيجي أجبنا من إسبانيا جبنا من المغرب جبنا من تونس من الجزائر من كتير دول هي أصلاً بتحبنا ويعني وبدينا هاي الحوارية الحوارية كانت يعني الشيء الأساسي اللي كان موشح وحاولنا أنه نلف حول الموشح بتلوين السهرة بخصوصيات كل بلد فالإسبانية كانت تغني مثلاً لما بداية أسمنا غنته بالإسباني المغربية غنته بالأمزيغي حلو أيوة العربي اللي هو من هون كان صفوان العابد فكان عم يغني بطريقتنا وطريقة أهل حلب الجزائري كان عم يغني بطريقته فكان هذا التناغم كان جميل جداً تناغم موسيقي ثقافي أيوة أضاف كل لهجة كل بلد أضاف شيء من روح بلده على الأغنية تمام فهذا الانسجام كان يعني شيء لا يوصفه كان كثير تنفيذ هاي الفكرة صعب لأنه ما في وقت إنه ما في وقت بروفات غير على النيت مثلاً هاي طرح الأفكار إلا فقط بالاتصالات إن كان عبر التليفون أو النيت إنه بنا نعمل هيك بنا نسوي هات نعم إجوا قبل بيوم بيومين وبدأينا إنه وقت وفيني مساء أنا بالفندق بهاي الغرفة رد أرجع الغرفة التالية ونقول لهم شو بنا نسوي شو بنا نعمل لحتى قدرت إني سيطر على الفكرة اللي نحنا بدنا هي وكانت حفلة من أهم حفلاتي وأنا فرحان وكتير سعيد بحس إنه إنه كانت حفلة بقصر العظم بهيس عمل حميمية ولم كل الفنانين الدراميين ممثلين اشتقنا على هاي الأيام اشتقنا اشتقنا وشتقنا نشوف اللمي وشوف الأقبال وريحة لياسمين دي مكان شامي أديم والموسيقى وهيك فكان يعني أحساس لا يوصح إن شاء الله يا رب هيك نشوف حفلات أهم وأجمل نحنا كنا سعيدين بوجودك اليوم نحنا منعتز ومنفتخر فيك وكيدنا نوجه التحية للمايسترو عدنان فتح الله وللإستاذ ريم إبراهيم لنعقب على مشروع الدراج العودة السورية على قامة اليونيسكو بوجود حضرتك أنت عازف وفينا نقول مؤلف موسيقي وصانع آلة العودة جزء من تاريخ هيدا العودة السورية نتشكرك فخورين فيك وسعيدين فيك نتمنى كمان نحضر لك حفلات نتبقى بهيدا النفس وهيدا النشاط شكرا كتير شكرا لكم شكرا لكم صباحكم أهلا وسهلا نورت صباحنا وهيك زدت لطف علي والجمال يعني نتمنى لك كل التوفيق ونشوفك بمشاريع حلوة وكمان بدراما تصويرية موسيقى تصويرية كمان نرخي إن شاء الله شكرا تبقى مثل إفتح ياسم سيم وزير سالم وهذه القصصة اللي بيضلوا بالبال على طول الله خليك شكرا 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 ساتيك زين معالم الموسيقى والسوري اللي بنعتز و بنفتخر فيه دائما السوري له بصمة خاصة رغم كل الظروف يمكن لما رأنا فيها لكن الموهبة والحس والثقافة والفن والموسيقى السورية لهن بصمتهم لهن بتكون رحلتنا الثقافية والفنية والصباحية برحلتنا صباحنا غير خصلت وخلصت موعدنا بكرة بنفس التوقيت من هلأ لبكرة طبقوا بيال بخير أكيد شكرا نور بيتمان لانك يوم حلو مع أنه ما بعرف حاسي أنا صار براي عتمي يعني بلا شك اليوم الطاص يفوت بيموت شبنا اليوم بيموت بيموت جديد بنتمان للكون بيتنهار حلو للكون مشاهدينا تقضوا برفض الأشخاص يلي بتحبوهن يكون هذا نهار يحمل الرزق الكريمة وجبر الخواطر للكون ولا أنكونوا بخير باي 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 اشتركوا في القناة